بس عايز اخرب من كلامك حسان حسان واروح للكاتنا عبدالطيف الدنيا حسان حسان سؤال تراحته جميل نادي الاهلي النهارده وتراحته من المباراة الماضية ينزل اخر ديئة حتى في وقت لما كان محمد شريف مش في مستوى كان بيسر مسيمان على لعب محمد شريف وحسان ما بياخدش لما بيرستا وتصاب حسان برضو ما بياخدش تفتكر فنيا حتى او يعني انت كمدرب ليه ما تستخدمش حسان حسان في اي فترة من الفترات انا وجهة نظري ان في اخر خمس مواسم بعد عمر زيك وعمد متعم بالمهاجم الصريح حسان حسان مفترض ان هو يكون يعني خليفة الناس دي مهاجم يمتلك كل المقومات سريع قوي بلعب بدماغ وبلعب بيمين وبلعب بشماله لعب مبازة كابتن هدافه مؤثرة لعب السلم تحت ضغط لعب عنده كل الامكانيات اللي تقدر تحتمد عليهم مش فبس في النادي قاله زي ما كابتن عبدال بيتكلم لقى في منتخب مصر انا شاف حسان لو خد فورمة مهاجمين كتير جدا لما بياخدوا فورمة بس حدودهم عند حاجة معينة لكن ده لو خد فورمة وخد ثقة مهاجم منتخب مصر الاول يعني انت لو حسان حسن فورمة يبقى المهاجب الاول في الاهلي هو طبعا قبل شريف وبرستاو انا وجهت نظرة طبعا لانه هو مختلف شوية عنهم لانه هو بيمتلك بيلعب بوشه وبلعب بظهره رجل بقاهدرز رجل بيمين رجل بشمال رجل تزيزاته قوية رجل مهاري بعد اه مهاري ممكن رجل عنده كمان عنده صناعة الاهداف بقدر عنده انقرزات في مكوف كترة جدا رجل ما ترفش عاوز يعمل ايه يعني رجل في وقت من الوقت كده بتحس انه هو بيعمل عكس ما احنا ما يحتاجين رجل بلعب بدماغه حتى في الناحة الدفاعي برجع يدفع كابتن بقدر يضغط اعتقد كان هو مصطفى محمد اخر كان موسم يعني بعد عمر زاكي احنا ما افتقدينها اعتقد داكن لابد الاهتمام به اللي يفيد منتخب مصر عبد النادي طب ليه كانت رعب لطيف النهاردة حسينة في الاهلي مش النهاردة بس في مبلاد كاسية الاهلي موضوع الضغط على المنافس قليل انت عندك لا اسماء كبيرة في وسط الملعب اسماء كبيرة في خط الدفاع الباكات بتوعك باكات دولية ورغم كده اي فرقة بترعب قدام النادي بترعب على حياة شديدة لحد ما توصل للجون عشان كابتن رجل خلص لخص الموضوع ان رجل باعتمد على 14 او 15 اللعب فبالتالي اللعب بمرهق بتجي من افريقيا بتخش على دور بتطلع على كاس اللعب بطلع على منتخب مصر مباراة ودية مباراة دولية فبالتالي ما عندكش الباور او ما عندكش الحتة اللياقة البدنية او اللياقة الزينية اللي بيكون حضرة في كل مبارا اللعب مرهق بتتكلم في اللعب اغلب الناس اللي رجعوا منتخب فاعل مش في الاهلي بس في الانديها كتير مش دعالي معلول ما بدرش حتى نفسه منش الاخر دقيقة فاعتقد ان فيه ارهاق بدن عالي جدا على اللعب ده اللي بتسبب ان نادي أهلي ما بعملش الضغط العالي كما لتعودنا منه النادي الاهلي النادي الاهلي حتى لما بيعمل الضغط العالي الشروط الثاني بمختلف تماما مباراة فاركو خلص من الشروط الاولاني نتيجة المجهود الزيق دي اللي عمله لان الشروط الثاني مغير تماما نادي فاركو كان افضل مع المفروض ان كسبان ثلاثة في الشروط الاول الطبيعي والمفترض ان تديني ثقة وتديني وتديني اداء افضل علينا العكس فده ان الليقة البدنية بتقل بسبب ارهاق اللعبة سواء على مستوى المحلي مع الفرق او سواء المنتخبات